أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذا هو الأستاذ شادي السيد واليوم إن شاء الله سنستمر في كتاب قاموس الأفعال والمشتقات هذا نهرئني إن شاء الله كتاب أكمل أنجد كان ذي بكو قاموس الأفعال والمشتقات وآخر فعل درسناه كان الفعل نظر ينظر هذا كتاب جاء أخير كتاب لا جريء أدا له نظر ينظر واليوم سنستمر في الفعل يفتح هذا نهرئني إن شاء الله كتاب أكمل أنجد كان ذي كتاب جاء يفتح منبك في صفحة رقم تسعة وعشرين أدد هلمان دوا بلو سمبلان طيب كالعادة الأفعال أولا سيبرت بيسانيا كتاكر جادولو وتصريفه فتح يفتح افتح فتح يفتح افتح تصريف نياه فتح زمن ينجللو يفتح وقت سكاران افتح برنته طيب لو قلناه في جمل جيكاكيتا منغنا كان بكلمات كلمات لماذا ما فتحت الباب كنابكا متداء منبكاء بنت نياه لكن في الزمن الماضي أمسي قبل قليل قبل ساعة سبلوم 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 لماذا ما فتحت طيب سأقول نفس الجملة في معنى الزمن الماضي ولكن بنفي مختلف سيأكان كتاكان كلمات نياه لجي دنغان أرتني ينسى ما تطبي منغنا كان نفي ينبدا اتو بربدا لماذا لم تفتح الباب لم تفتح كنابكا متداء منبكاء بنت نياه دي زمن ينجلل لم بعدها فعل مضارع لفظا وتقلب تقلب أو تغير معناه إلى الزمن الماضي لم ستلهني كتاكان وقت سكار مضارع تتبيدي لفظ نياه سجاء اتو بنت نياه سجاء لم اتو فونكسينياء هذا له بربه اتو فونكسينياء ايهمو دي أتاس بنتو أباين دي سنة لا ليس هكذا أبوكا على الباب يعني أبوكا يقف أمام الباب تك 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 ينتظر من يفتح له اني ارتنياء ايهمو تنجو دي دي بان بنتو دان تنجو يان منبكا تمام أبوكا على الباب كذلك نستعملها للاتصال جو جاء كتا من جونكانيا انتو تليفون أبوكا على الهاتف أبوكا على الهاتف ايهمو سكران سدان من الهاتف طيب بعد ذلك سنبدأ في تصريف الاسم ستلاهنيا تصريف اسم نبدأ بالمصدر فتح فتح تمام إن قال الله سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتحا مبينة أو فتحنا زمن ينجللو فتح مصدر فتحا مبينة طيب هذه الجملة خلاص بعد ذلك اسم الفاعلي كترانان بلاكو فاتح هل تعرفون محمد الفاتح كنال دنغان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية ينمنبكا قسطنطينية اسمه محمد الفاتح كرنديا أورانيان من بكا قسطنطينية تمام فاتح اسم الفاعل اسم المفعول لماذا الباب مفتوح كنابا بنتون يدي بكا نفتوح طيب لدينا اسم التفضيل أفتح على وزن أفعل اسم التفضيل لبه لبه على وزن أفعل هو أفتح للكتب منك مثلا هو أفتح للكتب هذه الطريقة في التعلم أفتح للعقل والذهن يلبيه من بكاء والتقنية إن شاء الله لدينا اسم الزمان هنا ويوجد اسم مكان كذلك أدى اسم أتو كترنغان تنبدا كترنغان وقتو اسم الزمان مفتح على وزن مفعل مفعل مفتح لماذا على وزن مفعل وليس مفعل كان باوزن يا مفتح بكان مفتح مفعل بكان مفعل لأن الفعل المضارع يفتاح ونحن قلنا لو كان وسط الفعل المضارع مضموما أو مفتوحا إذن اسم الزمان والمكان يكون على وزن مفعل جادي وزن اسم الزمان والمكان مفعل إذن مفتح طيب نقول الساعة الثامنة مفتح المدرسة مفتح المدرسة تمام مكان مفتح طيب لدينا كذلك اسم المرة كترنغان ملكو كان سكالي اسم المرة على وزن فعله وزن يا فعله فتحة 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 فتحت الحقيبة فتحة سكالي سجا فتحة هكذا تمام إن شاء الله طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وانتظرون في الدروس القادمة وشكرا لكم وفي أمان الله عرب بوكاست تكلمة العربية